مرحبا عزيزي المشاهدين من المحيط إلى الخليش في برنامجكم عرب شو هذه الحلقة سوف نخصصها لأغنى مرأة في الهند وكيف قررت الاستثمار في المغرب بالإضافة إلى أغنى رجل أعمال في الهند وكان في السنة الفارتة ثالث أغنى رجل في العالم والأقوى في قارة آسيا هؤلاء الهنود اختاروا أن يستثمروا مليارات الدولارات في المغرب وهذا أمر استثنائي في قارة أفريقيا بأسيا وليس في المغرب فقط خاصة وأن المستثمين الهنود تتجاوز ثرواتهم اقتصادات لبعض الدول العربية العريق يعني هؤلاء الأشخاص لهم نفوذ عالمية تبعه صعود الهند المجنون والتي تجاوز اقتصادها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وعدد دول كنا نعتبر اقتصاداتها من كبرى اقتصادات العالم في الهند اليوم هي خامس أكبر اقتصاد في العالم وربع أكبر قوة عسكرية في العالم بعد أمريكا والصين وروسي وهذا المارد الهندي استيقظ الآن وبدأ ينتشر في العالم واختار المغرب كنقطة لتوزيع استثماراته في القارة الأفريقية وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن تسأل عن هوية المستثمين الهنود في المغرب وحجم استثماراتهم وما هي القطعات التي يركز عليها الهنود في استثماراتهم داخل المغرب ولماذا اختار أغنى رجلا ونساء أعمال الهنود المغرب دون غيره في قارة أفريقيا كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو أنا حمد القروي برنامجكم عرب شو أود أن ألفت أنتباهكم أعزائي المتابعين خاصة وجود منكم بالاشتراك الآن في القناة لأن اشتراككم مهم لتقدمنا ويساهم في تطوير عملنا وأود كذلك أن أذكركم أن كل حلقاتنا السابقة مترجمة لإنجليزية الفرنسية الإسبانية وعدة لغات أخر وبالتالي أرجو أن لا تنسوا مشاركة حلقاتنا مع أصدقائكم الأجانب وتعرفوهم بمحتوانا ونعود لموضوع حلقتنا والذي نستهله بخبر من وكالة بلومبرغ مفيده أن الملياردير الهندي جوتام أداني يستهدف أوروبا بمشروع ضخم للطاقة النظيفة انتلاقا من المغرب حيث درس أغنى شخصا في آسيا أمكانية الاستثمار في بناء محطات لتوليد الطاقة من الشمس والرياح في المغرب إضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج وحسب ما جاء في حساب السفارة المغربية في الهند على تويتر فقد أجرى سفير المغرب محمد المالكي زيارة مجاملة لجوتام أداني في أحمد أباد وناقش معه فرصة تطوير العلاقات بين مجموعاته والمملكة المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك البعض يمكن أن يتساءل كيف تذهب دولة ممثلة في سفيرها إلى شخصا لا يمثل إلا نفسها الجواب يكمن في سبتمبر أيلول 2022 حيث أصبح جوتام ثالث أغنى شخص في العالم لفترة وجيزة فقط عندما ارتفع صافي ثروته إلى 150.6 مليار دولار في تصنيفات فوربس للملياردارات في الوقت الفعلي وتفوق أداني حينها على مؤسس أمازون ورئيس مجلس إدارتها جيف بيزوس الذي تراجعت ثروته بنحو 10 مليار دولار حينها بعد أن هبطت أسهم عملاق التجارة الإلكتروني بنسبة 7% في نيويورك يوم 13 سبتمبر في نفس الشهر وحتى تعلموا مقدار الثروة التي يمتلكه هذا الشخص فثروته تتجاوز الناتج الداخل الخام للمغرب بأسرها في تلك السنة أي سنة 2022 يعني ما أدخله المغرب من أموال فوسفات وبيع سيارات وتحسيل أداء من المغاربة ليصل إلى مقدار صافي ثروت هذا الرجل في تلك اللحظ أرجو أن تتفهموا لماذا الدولة تتحرك نحو مثل هؤلاء الأثرياء لأنها تعلموا أن التعامل مع هؤلاء الأشخاص يتجاوز حتى معاملاتها مع بعض الدول ويصل حجم المشروع الذي سيكون أكبر مشروع للطاقة النظيفة لداني خارج الهند إلى 10 جيجاوات وسيكون مساويا تقريبا لقدرة توليد الطاقة الحالية في المغرب التي تشمل مجموعة 2.8 جيجاوات من الرياح والشمس وسيجري تسليم المشروع على مرحلتين بقدرة 5 جيجاوات ويتضمن خططا لتزويد الطاقة محليا وتصدير جزء منها إلى أوروبا ويجري التركيز على دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط من قبل المستثمرين الأجانب كمركز محتمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر بسبب وفرة الشمس والرياح وقربها من أسواق التصدير الرئيسية بما فيها أوروبا ويجري التركيز على دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط من قبل المستثمرين الأجانب كمركز محتمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ويسعى أدني لأن يكون أكبر منتج للطاقة النظيفة في العالم بحلول نهاية العقد رغم استثماره في تنفيذ استثمارات كبيرة في الوقود الأحفوري لكنه اليوم يركز على تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وبالتالي أول قطاع تستثمر فيه الهند داخل المغرب هو إنتاج الطاقة النظيف وهذا لأن المغرب له مخطط نحو التحول الطاقي داخليا وهذا يخلق فرص استثمارية ضخمة أما النقطة الأهم للمستثمر الهندي أن المغرب من بين الدول العشر الكبار التي ستهيمن على إنتاج الهيدروجين الأخضر نظرا لأن تكلفة الإنتاج في المغرب أرخص بـ 40% مقارنة مع دول أوروبا وهذا حسب وكالة بلومبرغ ولننسى المشاريع التاقية الضخمة للمغرب مع بريطانيا والمتعلقة بتصدير الكهرباء للمملكة المتحدة عبر ربط المغرب بكاب البحري ذو تردد عالي للنقل الكهرباء من المغرب إلى المملكة المتحدة ولكن هذا القطاع رغم أهميته وتقدم الهنود فيه إلا أن الهنود يسيطرون على قطاعات أخرى في العالم ومن أبرزها قطاع الخدمات والتكنولوجيا وخاصة البرمجيات والتي نجد فيها نفوذا واضحا لنساء الهنود ليس في الهند فقط بل في العالم بأسر حيث لا تزال مديرة الأعمال روشني ندار مالهوتارا رئيسة شركة التكنولوجيا الهندية العملاقة HCL Technology Limited أغنى امرأة في الهند للسنة الثانية على التوالي بثروة تتجاوز ثربة رجل الأعمال المغربي عثمان بن جلون بثلاثة أضعاف هذه المرأة الهندية استقبلها المغرب قبل أسبوع والتقط السيدة غيثة مزور الوزير المنتدى بلدى رئيسة الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وأسلاح الإدارة رفقة السيد محسن الجزولي الوزير المنتدى بلدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العامة من أجل تدشين المركز العالمي لترحيل البرمجيات Global Delivery Center وذلك بحضور السيدة علي الصديقي المدير العام لوكالة المغربية للتنمية الاستثمارات والصادرات والسيد رجيش فشناو سفير جمهورية الهند داد المملكة المغربية ويأتي إطلاق المركز العالمي لترحيل البرمجيات تتويجا لتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة HCL Technology والحكومة المغربية سنة 2022 بهدف الاستثمار في قطاع التكنولوجي وبفضل ما يسخر به المغرب من كفاءات عالية وموقع جغرافي متميز باعتباره سلة تواصل بين القارتين الأفريقية والأوروبية كما تأتي هذه الشركة كدليل على انخراط شركة HCL Technology في الاستثمار في القطاع التكنولوجي بالمغرب وتعزيز تطوير الكفاءات المحلية كما تترجم الأهمية التي توليه الحكومة المغربية لتعزيز التعاون الدولي وخلال مراسيم الافتتاح قالت السيدة غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وأصلاح الإدارة تسعد نئة المشاركة في تدشين الرسمي للمركز العالمي لترحيل الخدمات في المغرب إنها لحظة محورية في مسلسل التحول الرقمي بالمغرب وجاءت تتويجا للشراكة الاستراتيجية مع شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ويعكس تدشين هذا المركز مدى التزامنا بتشجيع الابتكار وتعزيز التمكين الرقمي وخلق نظام بيئي مزدهر لصناعات التكنولوجية في المغرب وسنعمل إلى جانب المجموع على فتح الأفاق من جديد للنمو من خلال تسخير قوة التحول الرقمي لتحفيز التقدم والازدهار وشمول وذلك من خلال دعم اللغة الإنجليزية لأنها لغة العلم ولغة البرمجة العالمية ومن جهته صرح السيد محسن الجزولي نرحبه بشركة HCL Technology في المغرب ونؤمن إيمانا راسخا بأن حضورها سيعزز نمو قطاع التكنولوجيا للمعلومات وترحيل البرمجيات بما من شأنه توفير فرص كبيرة لشبابنا الموهوبين كما سيساهم هذا الاستثمار الاستراتيجي للمجموعة في تعزيز العلاقات التجارية والثقافية الضاربة في عمق التاريخ بين الهند والمغرب وصلحت السيدة روشني نادرا مالهوترا رئيسة شركة HCL Technology نحن متحمسون لأطلاق أنشطتنا في المغرب وإنجاز مشاريع التحول الرقمي لفائدة عملاء شركتنا والتي تقدم أفضل ما لديها من تقنيات وكفاءات لضمان التقدم والازدهار لعلامائنا وفريق عملنا ومجتمعاتنا وكوكبنا برمته وحينما نقول للكوكب برمته لسنا نمزح وسوف تعرفون في نهاية هذه الحلقة رقم الأشخاص الذين يعملون في هذه الشركة وستعلمون لماذا تعتبر هذه الشركة بمثابة دولة داخل العالم ويعد مركز ترحيل البرمجيات العالم الذي تم تدشينه بتكنو بوليس الريبات أول مشروع استثماري لشركة HCL Technology بالمملكة المغربية ويندرج تأسيسه في إطار استراتيجية القرب التي تنتهجها شركات الخدمات لعملائها في كافة أرجاء المعمورة وسيقوم المركز بإنجاز مشاريع التحول الرقمي لفائدة عملائه بفضل مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمها الشركة وهي الرقمنة والهندسة والسحابية والذكاء الأصطناعي والبرمجيات واللي أعلمكم فالهنود الآن يترأسون 10 شركات عامة بقيمة سوقية بتبلغ 5 تريليون دولار أي يديرون شركات قيمتها أكبر من الدول المغربية مجتمعة بعشرة أضعف هل أنتم مستوعبون للرقم؟ هذا رقم ضغم فمثلا شركة ألفابيت الشركة الأم لشركة جوجل وعدد شركات أخرى الرئيس التنفيذي لها من الهند واسمه سوندار بيتشاي وتبلغ قيمة الشركة 2 تريليون دولار وتقدر القيمة الصافية لثروة بيتشاي بقرابة 2 مليار دولار يعني مثل عثمان بن جلون تقريبا كذلك نجده شاري دوبي وهي هندية تشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ماتش التي تمتلك مواقع مواعدة عبر الإنترنت وننسى سيتيا ناديلا الذي يدير شركة مايكروسوفت والتي يقع مقرها في واشنطن وتبلغ قيمتها السوقية 2.3 تريليون دولار كما أن شركة أدوبي عملاقة المونتاج على مستوى العالم يديرها هنود كما الشركات الأمريكية الأخرى مثل شركة الحواسيب إيبيام وموقع فيمو وماتش وغيرها من الشركات العملاقة الأخرى التي يديرها الآن هنود كل هذا يعطيكم فكرة عن حجم وقوة ونفوذ الهنود في الشركات العملاقة وللهند ميزة أخرى تتمثله في تحويلات المالية السنوية من المغتربين إلى أسرهم في الهند بنحو 90 مليار دولار وهو ما يمثل 65% من إجمال تحويلات المغتربين الهنود حول العالم ويجعل الهند الأولى عالميا في تلقي تحويلات العاملين من الخارج وهذا يدل أن الهنود مرتبطون بشكل كبير بدولتهم وحجم تحويلاتهم يدل كذلك على حجم انتشارهم في العالم ولهذا ترى الهند ضرورة التوسع أكثر في العالم خاصة في دول شمال أفريقيا فبحسب التقرير السنوي لفوربس الذي صدر في عام 2018 بلغ إجمال ثروة أقوى 100 رجل أعمال هندي في الخليج نحو 26.5 مليار دولار وبعد أن أصبح الهنود رقما صعبا في الخليج العربي حان الآن دور أفريقيا لذلك نجد كبار رجال ونساء الأعمال الهنود يتجهون نحو أفريقيا وخاصة نحو المغرب مثلا تخيلوا أن الشركة التي تديرها أغنى أمرأة في الهند توظف 120 ألف شخص عبر العالم يعني تلك المرأة تلبي احتياجات نصف مليون بشر إذا اعتبرنا أن كل عام لديه أسرة متكونة من أربعة أفراد وهذه الشركة كما ذكرت لكم في بداية هذه الحلقة أنها HCL Technology لم يتدوب التالي بان لنا بالكشف أن الهند قوة استثمارية ضخمة في مجال الطاقة المتجددة ومجال تكنولوجيا المعلومات كما لا يخفى عليكم أنها قوة عسكرية صاعدة وصفقات التسليح المغربية الهندية أفضل دليل وكنت قد خصصت حلقات سابقة حول هذا الموضوع يمكنكم متابعتها وستجدونها في صندوق الوصف كما أن الهند الآن تتهيئ لتكون ثاني أقوى دولة في العالم بحلول عشرين خمسة وثلاثين وتسعى لتحقيق مرابيح تقدر بتريليون دولار من البرمجيات وقطع المعلوميات فقط بحلول عشرين خمسة وعشرين بدل ربع تريليون التي تحقيقها الآن يعني هذا القطاع سيتضعف حرفيا في الثلاث سنوات القادمة وهذا يستوجب انتشار عالمي واسع لذلك تم اختيار المغرب كنقطة انطلاق نحو غرب أفريقيا وكل شمال أفريقيا في نفس الوقت والتوجه من المغرب إلى أوروبا وإلى أمريكا اللاطينية نظرا لأن المغرب لديه موقع استراتيجي مهم في قلب العالم وقريب من كل هذه المناطق الجغرافية الحيوية والأساسية لانتشار الهند عالمي وبالتالي موقع المغرب وتوفر الكفاءات البشرية وتشجيع الدولة لاستثمار جعل المغرب جنة الهند في أفريقيا أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة إذا كنتم تشاهدونني لأول مرة وأعجبكم هذا المحتوى وأشتركوا الآن فهذا سوف يجعلكم قريبين من القناة وتشاهدون حلقاتنا أولا بأول والتي ستبث كل يوم خميس وأحد إن شاء الله على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت الرباط كان معكم حمد القربي برنامجكم عربشو